بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تصحيح بيام 2018 في مادة الرياضيات حيث عندنا الجزء الأول عليه 12 نقطة قال التمنى الأول عليه ثلاث نقاط قال A و B عددان حيث A يسوينا ثلاثة جذر ثمانية في جذر اثنان و B يسوينا اثنان جذر 27 ناقص اثنان جذر ثلاثة زائد جذر 12 قال بين أن العدد A عدد طبيعي ثاني قال اكتب العدد B على الشكل A جذر ثلاثة حيث A عدد طبيعي ثالثا قال بين أن A على B يسوينا اثنان جذر ثلاثة على ثلاثة التمنى الثاني عليه ثلاث نقاط قال تحق من المساواة الآتية ثلاثة X ناقص زائد واحد في X ناقص أربعة يسوينا ثلاثة X مربع ناقص 11 X ناقص أربعة ثانيا قال حلل إلى جداء عميلين العبارة يسعينا 3X مربع ناقص 11X ناقص 4 زائد 3X زائد 1 لكل مربع ثالثا قال حل المتراجحة 3X زائد 1 ضرب X ناقص 4 أقل أو يسعينا 3X مربع زائد 7 الثلاثة عليه ثلاث نقاط قال وحدة الطول هي السنتيمتر قال ABCD مستطيل حيث AD يسعينا 6 سنتيمتر وD يسعينا 8 سنتيمتر قال أحسب الطول AC ثم E وF نقطتان من الضلعين AB وBC على الترتيب حيث BF يسعينا 1.5 سنتيمتر وB يسعينا 2 سنتيمتر قال بيّن أن المستقيم AC يوازي EF ثالثا قال أحسب قيس الزاوية BF يعني ذات الرأس E بالتدوير إلى الوحدة التمريد الربع عليه ثلاث نقاط قال وحدة الطول هي كذلك السنتيمتر قال TEC مثلث فيه CE يسعينا 13 سنتيمتر TE يسعينا 5 سنتيمتر وTC يسعينا 12 سنتيمتر قال بيّن أن المثلث TEC قائم ثم أحسب مساحته ثم قال ثانيا لتكون H المسقط العمودي للنقطة T على الضلع CE قال أحسب الطول TH بالتدوير إلى 0.1 الجزء الثاني عليه ماذا عليه ثمان نقاط قال المسألة عبد الله ومحمد عاملان في مؤسسة لصناعة ألعاب الأطفال راتبه مع الشهر على النحو التالي عبد الله راتبه 20 ألف دينار جزائري إضافة إلى 200 دينار جزائري لكل لعبة يتم صنعها محمد راتبه 30 ألف دينار جزائري إضافة إلى 200 دينار جزائري لكل لعبة يتم صنعها الجزء الأول قال ما هو الراتب الشهري الذي يتقظاه كل منهما إذا تم صنع 120 لعبة ثم ثانيا قال لي يكون X عدد اللعب المصنوعة في مدة شهر قال عبر بدلالة X عن Y1 راتب عبد الله وعن Y2 راتب محمد الجزء الثاني قال 1 في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس OEJ قال أرسل المستقيمان D1 و D2 ممثلة الدلتين G و H حيث G لX 200X زائد 20 ألف و H لX 300X زائد 30 ألف قال نأخذ 1 سنتيمتر على محور الفواصل قال يمثل ماذا يمثل 50 لعبة و 1 سنتيمتر على محور الثلاث يمثل 5000 دينار جزائري ثانيا قال حل جملة المعادلتين التالية Y 200X زائد 20 ألف و Y 200X زائد 30 ألف قال ثم أعطي تفسيرا بيانيا لهذا الحل ثم قال بقراءة بيانية متى يكون راتب عبد الله أكبر من راتب محمد إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بي نقطة ننطلق ابناء B الثمانين الأول الذي عليه ثلاث نقاط وهو قال A وبعددان حيث A يسعين ثلاثة جزر ثمانية في جزر إثنان و B يسعين إثنان جزر 27 ناقص إثنان جزر ثلاثة زائد جزر إثنى عشر السؤال الأول قال بيين أن A عدد طابعي إذن نكتب هنا A واحد التبيان التبيان أن A ما هو عدد طابعي لاحظوا جيدا أولا العدد طابعي هو الذي لا يوجد فيه الناقص ولا يوجد فيه كصور وما أشبه ذلك إذن تعالوا ننطلق أولا نأتي إلى A ماذا نملك A يسعين ثلاثة جزر ثمانية في جزر إثنان نحن نعلم أن الجذر إذا كانت في بينهما جداء تدخل على بعضها البعض أصبح لكم هكذا ثلاثة في جزر ثمانية في إثنان وتساوي لنا ثلاثة جذر ماذا جذر ستة عشر ومنه A ماذا يصبح يصبح لنا ثلاثة في جذر ستة عشر ما هي هي أربعة مربع التي هي كان تصبح لنا أربعة تخرج لنا هنا من دين الجذر تصبح لنا ثلاثة في أربعة وتساوي لنا كام ويساوي لنا إثنى عشر وإثنى عشر إنه عدد خالي من الفاصلة وعدد موجب إذن يصبح لنا إذن A قلنا كم يساوي يساوي لنا إثنى عشر نقول ومن هو عدد طبيعي لماذا؟ لأن 12 عدد طبيعي لم أفعل شيء أبنائي إنما قلت هذه جذر 8 في جذر 2 تدخل على بعضهم البعض لأنهما عدد مجابات صبحنا جذر 8 في 2 وهي 16 16 تخرج لنا بماذا؟ بالأربعة فصبحنا 3 في 4 وهي 12 فقط بعدما أنهينا مع السؤال الأول جاء السؤال الثاني قال اكتب العدد بي على الشكل A جذر 3 حيث عدد طبيعي إذن ركزوا جيدا إذن نكتب هنا ثانيا كتابة ماذا؟ كتابة العدد بي على الشكل A جذر 3 هنا الأمر أبنائي لو تلاحظوا جده بسيط ركزوا فقط إذن ها هو العدد ماذا؟ العدد بي نأتي إليه أولا نأتي بهذه القيم التي هنا نقسمها على ماذا؟ على ثلاثة نأتي بالآل حسبة صبحنا بي ماذا يساوي؟ يساوي إثنان في هذا ماذا يساوي؟ لما نقسم جذر 27 على ثلاثة نجد 9 في ثلاثة ناقس إثناني جذر ثلاثة وهذا لما نقسمه على ثلاثة لأنه هو من قال هنا الثلاثة نقسمه على ثلاثة ما تصبح لتصبحين زائد أربعة في ثلاثة هذا يخرج لنا بثلاثة وهذا يخرج لنا بإثنان تصبح لنا بي يساويな إثناني في ثلاثة الجذر ماذا؟ جذر ثلاثة ناقص 2 جذر 3 زائد 2 جذر 3 لأن هذه الأربعة تخرج من الجذر بـ 2 فماذا ينتج أبنائي فإن هذا وهذا كيف هما متعكسة في الإشارة ومتسويا تصبح لنا ماذا بـ يساوي أنه 6 جذر ماذا جذر 3 ها هو أمامكم لم أفعل شيء 2 في 3 هو 6 جذر 3 حيث A عدد طبيعي نعم وهاي الـ 6 إنه عدد طبيعي بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى الجزء الثالث من التمرين قال بيّن أن A على B يساوي أنه 2 جذر 3 على 3 إذن نكتب هنا ثالثا أتبياء إذن قلت ثالثا ثالثا أتبياء أن ماذا أن A على ماذا على B يساوي أنه 2 جذر ثلاثا على ثلاثا هنا لاحظوا ننطلق إذن عندنا A على B نستعمل ماذا النتائج محصل عليها معناه نأتي بهذه أبنائي نعوذ وهنا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا 12 على B ها هي قيمتها لهي 6 جذر ماذا ثلاثا تصبح لنا تساوي يمكن الآن أن نختزل من هنا 6 ومن هنا 6 تصبح لنا ماذا تصبح لنا 2 على جذر ثلاثا لم أفعل شيء قسمت هذا على 6 وهنا على 6 الآن يمكن أن نجعله ما قامه عدد ناطق معناه نضرب هنا في جذر ثلاثا ونضرب هنا في الجذر ثلاثا جذر ثلاثا في جذر ثلاثا أي جذر إذا ضرب في نفسه يذهب الجذر فاصبحنا 2 في جذر ثلاثا على ماذا على ثلاثا هل هو الجواب الذي طلب منا نعم ها هو أمامكم فقط أبناي أرجو قد فهمتم الفكرة إذن وصلنا إلى ماذا إلى 2 على جذر ثلاثا فضربت هنا في جذر ثلاثا يعني نتقت المقام فأصبحنا جذر ثلاثا في جذر ثلاثا هو الثلاثا والبسط يبقى كما هو وإنه الجواب نقول ومن هو A على ماذا على B يساوينا 2 الجذر ثلاثا على ماذا على ثلاثا وهو الجواب فقط قدما أنهينا مع التمرين هذا نأتي الآن إلى التمرين الثاني عليه ثلاث نقاط قال تحقق من المساوة الأتية ثلاثا إكس زائد واحد في إكس ناقص أربعة يساوينا ثلاثا إكس مربع ناقص 11 إكس ناقص أربعة إذن نكتب هنا التحقق أن هذه المساوات موجودة هذه المساوات هنا ما علينا أبناء إلا أن ننطلق من الجزء الأول ونصل إلى الجزء الثاني يعني من هذا الجزء أركزه ننطلق نقول ثلاثا إكس في إكس ماذا تبيح؟ تبيح لنا ثلاثا إكس مربع أي عدد إذا ضرب في نفسه إكس في إكس يعطينا إكس مربع ثم ثلاثا إكس في ناقص أربعة تصبح لنا ناقص إثنى عشر إكس ثم عندنا كذلك واحد في إكس ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا زائد إكس ثم ماذا؟ ثم واحد في ناقص أربعة يعطي لنا كم؟ يعطي لنا ناقص أربعة تصبح لنا ومنه ماذا تساوي؟ تساوي لنا ثلاثا إكس مربع عندنا ناقص إثنى عشر زائد واحد ناقص إثنى عشر زائد واحد تصبح لنا ناقص إحدى عشر إكس أما الناقص أربعة لا يوجد له أخا فيبقى لنا ناقص أربعة إذن هل هذه المساوات محققة؟ نعم لاحظتم؟ إذن انطلقنا من ثلاثة إكس زائد واحد ضرب ماذا؟ ضرب إكس ناقص أربعة فوجدنا نقول هكذا ومنه؟ معناه هذه المساوات موجودة وصحيحة ثم ماذا قال أبنائي؟ لاحظوا السؤال الذي بعده قال حلل إلى جداء عاملين العبارة هذه نأتي الآن نقول تحليل العبارة التي اسمها أ ركزوا هنا أرجوكم وأمرها جد جد بسيط إن ركزتم معي إذن ها هي أولا العبارة أ دقيقوا يا أبنائي ألا تلاحظون شيء أن هذه هي نفسها هذه الكتابة نعم وهذه أليس هي هذه نعم إنها هي يعني ماذا نفعل يا أبنائي؟ نقول لاحظوا تصبح لنا هكذا يساوي ماذا يساوي؟ يساوي أنها ثلاثة إكس زائد واحد في ماذا؟ في إكس ناقص أربعة ثم زائد يعني لاحظوا هذه أعيد عودتها بما يساويها بالجسء المحلل ها هو أمامكم زائد ماذا؟ زائد ثلاثة عفوا زائد ثلاثة إكس زائد واحد هكذا مربع لم أفعل شيء إنما هذه التي تلاحظون هذه يا أبنائي هذه هي نفسها هذه وهذه هي نفسها يعني هذه عودتها بما يساويها الآن ركز ما هو العامل المشترك أرى أن العامل المشترك إلا أن لا تنسوا أن هذه ثلاثة إكس زائد واحد لكل مربع يمكن تعويضها بهذا الكلام هي نفسها ثلاثة إكس زائد واحد في ثلاثة إكس زائد واحد لأن أي عدد إذا ضرب في نفسه يصبح لنا مربع إذن ثلاثة إكس زائد واحد في ثلاثة إكس زائد واحد ماذا تعطينا؟ تعطينا ثلاثة إكس زائد واحد الكل مربعة. ومنه ما هو العام المشترك? العام المشترك ها هو امامكم الذي اقوم بتشويل بلون الاخضر. فماذا ينتج? تصبح لنا يساوي. ماذا? يساوي لنا هكذا. ثلاثة اكس زائد واحد. الان هذه قمنا بنزعها. وهذه يعني استخرجناها كعن مشترك. ماذا يبقى لنا? يبقى لنا هذا الامر. ركزوا هكذا. لاحظوا. يبقى لنا اكيد. هكذا يبقى لنا اكس ناقص اربعة. وعندنا هنا الاشارة زائد. نحتفظ بها معناها زائد. ماذا? ثلاثة اكس زائد ماذا واحد. قلت استخرجت هذا وهذا عن مشترك. ماذا يبقى لنا? يبقى لنا هذا زائد. ماذا? زائد هذا. هلآن جئنا الى امر ركزوا الى امر التحليل. بعدها ماذا هذا ينتج تصبح لنا يساوي ثلاثة ثلاثة اكس زائد ماذا زائد واحد هكذا ضرب الآن عندنا يمكن الآن أن ننزع من هنا الأقواس لما ننزع الأقواس معناه هكذا من هنا نزع القوس وبما أن هنا يا ابني عندنا زائد فننزع القوس ولا نغير الإشارة فتصبح لكم هكذا كما تلاحظون أما إذا كانت هنا الناقص فعليكم أن تجعلوها ناقص ثلاثة اكس ناقص واحد يعني أنه غير إشارة هذه الآن تعالوا نجمع اكس مع ثلاثة اكس كم تعطينا؟ تعطينا أربعة اكس وعندنا ناقص أربعة مع الواحد تصبح لنا ناقص ثلاثة هذه هو تحليل العبارة فقط بعدما أنهينا مع الجزء هذا جاء ثالثا قال حل المترجع إذن نكتب هنا ثالثا حل المترجع ما هي المترجع التي بصدرنا؟ ها هي المترجع ودققوا معي ها هي أمامكم لاحظوا وانتبهوا ركزوا معي أبني إذن سوف نقوم بالفصل هكذا حتى تختارت الأمور لاحظوا ألا تلاحظون أن ثلاثة اكس زائد واحد في اكس ناقص أربعة هذه لاحظوا جيدا أليس هي نفس هذه العبارة؟ نعم إنها هي معنى بماذا نعوذها؟ نعوذها الآن بهذه معنى هذه يا أبنائي نأتي بها ونعوذها هنا حتى تفهموا جيدا فماذا نجعلها تصبح لنا؟ ثلاثة اكس مربع ناقص 11 اكس ناقص أربعة أقل أو يساوي من ثلاثة اكس مربع زائد ماذا؟ زائد سبعة لاحظتم؟ يعني هذه العبارة المحللة نعوذها بالعبارة المنشورة فأتيت بهذه إلى هنا ثم نأتي الآن إلى حل المتراجحة بأمر بسيط أولا عندنا هذا سوف يذهب مباشرة مع هذا لأنهما موجودين في الطرفين ومتسويان فماذا يبقى لنا؟ تبقى لنا ناقص 11 اكس ناقص أربعة أقل أو يساوي لنا ماذا؟ سبعة لو نأتي بهذا إلى هنا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ناقص 11 اكس أقل أو يساوي لنا سبعة زائد ماذا؟ زائد أربعة تصبح لنا ناقص 11 اكس أقل أو يساوي لنا إحد عشر لكن ماذا تقول القاعدة إذا كانت العدد المضروف في X عدد سالب فماذا فنقلب المتباينة ونعكس الإشارة كيف كيف تصبح يعني تصبح لكم هكذا لاحظوا أمر جد بسيط تصبحنا 11X أكبر أو يسوينا ناقص 11 لم أفعل شيء ابني لما يكون العدد المضروف في X عدد سالب عكسوا الإشارة لكل من الطرفين وعكسوا المتراجعة وبعدها ماذا تصبح هنا X أكبر أو يسوينا ناقص 11 على 11 ومنه X لما نحسب هذه الحسبة تعطينا ناقص 1 إذن ها هو حلول المتراجعة وبعدها يمكن أن نكتب كتاب اللغي ونقول حلول المتراجعة هي كل قيم X الأكبر أو تساوي من العدد ما هو من العدد ناقص 1 فقط أبني إذن علول المتراجعة هي كل قيم X الأكبر أو تساوي من العدد ناقص 1 بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الثمانين الثلاثة عليه ثلاث نقاط قال وحدة الطول هي سنتيمتر قال A B C D مستطيل A B C D مستطيل حيث A D يسوي لنا ماذا 6 سنتيم و D C يسوي لنا كم؟ 8 سنتيم قال أحسب الطول A C إذن نكتب هنا حساب الطول الذي اسمه A C لو نلاحظ جيدا أبنائي يريد مننا أن نحسب هذا الطول لكن لو نلاحظ إلى المثلث A D C كيف هو المثلث قائم؟ نقول بما أنه المثلث من هو المثلث؟ A D C قائم في ماذا؟ في D حسب ماذا؟ حسب نظرية نظرية في تغورث في تغورث فإن ماذا؟ فإن A ماذا ينتج؟ أنه هذا المربع هذا الطول المربع زائد هذا الطول المربع يسوي أن هذا الطول مربع فإن ماذا نقول؟ فتصبح لنا D A مربع زائد D C مربع يسوي أنه A C مربع ومنه سبحانه A C مربع ماذا يسوي؟ D A مربع عندنا أو A D لأنه طول سبحانه 36 زائد D C مربع وهو 64 ويسوي أنه كم؟ ويسوي لنا 100 ومنه D A A A C يسوي أنه جذر ماذا؟ جذر 100 الذي هو كم؟ يسوي أنه 10 نقول ومنه سبحانه A C يسوي أنه 10 سنتيمتر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا قال F و E نقطة تاني من الظلعين A B و B C ها هي F وها هي E قال حيث B F يسوي أنه 1.5 سنتيمتر هذا الطول لاحظوا جيدا هذا يسوي أنه 1.5 أو نعطيهم باللون آخر ها هو هذا يسوي أنه قلنا 1.5 وقال و B E لهو هذا يسوي أنه كم؟ 2 سنتيمتر قال بين أن A C سوف نأتي إلى الـ A C هذا A C وماذا؟ و E F وهذا أنهما متوازيان هنا أكيد سوف نستعمل النظرية العكسية لطالس نقول أولا نقول البرهان أو التبيان التبيان أن ماذا؟ أن E F يوازي ماذا؟ A C كمستقيمين ماذا؟ نقول هكذا ركزوا جيدا يكفي أن نقوم بحساب هذه النسبة D E على B A نجد أن تسوينا ماذا؟ B F على B C هذا هي الشيء الذي علينا أن نحسبه نقول عندنا نقول للبرهان على ذلك يكفي أن نبين أن نبين أن ماذا؟ أن B أو B على ماذا؟ B على A أو B على B A نجدها تسوينا ماذا؟ تسوينا B F على ماذا؟ على B C يجب علينا أن نجد هذا الأمر ثم نطبق النظرية العكسية لطالس تعالوا نحسب الآن B على بي أ على بي أ على بي أ ال بي أ ها هي قيمته كم؟ إثنان على ال بي أ من هنا إلى هنا لاحظوا كم؟ إنها ثمانية سنتيمتر هنا على ثمانية وتسوينا سفر فاصل ماذا؟ خمسة وعشرون كذلك بعدها نقوم بحساب B F على ماذا؟ على B C B F نحن كذلك نملكها ها هي أمامكم إنها واحد فاصل خمسة على B C الذي هي ستة لما نحسب ونجدها سفر فاصل خمسة وعشرون فماذا نستنتج نقول؟ ومنه أصبحت لنا B على ماذا؟ على B A تسوي لنا B F على ماذا؟ على B C نقول حسبا وتسوينا كلاهما ويسوينا سفر فاصل خمسة وعشرون نقول حسبا النظارية العكسية لمن؟ لطالس فإن ماذا؟ فإن المستقيماني B أو المستقيماني E F عفوا E F ويوازي ماذا؟ يوازي لنا A C فقط أبنى أرجو قد فهمتم الفكرة إذن هنا نطبق النظرية العكسية ثم بعدها ماذا قال؟ قال أحسب قيس الزاوية B E F ذات الرأس E بالتدوير إلى الوحدة لاحظوا هنا وأركزوا معي أرجوكم نقطة نقطة أين هي هذه الزاوية؟ ها هي تلك الزاوية إذن الزاوية سوف أريد سوف أريدكم الآن قال ذات الرأس E معناها ها هي الزاوية محصورة بين هذا وهذا الآن لو نلاحظ جيدا أبناء إذن يريدنا أن نقوم بحساب هذه بالتدوير إلى الوحدة لو تدابع جيدا هل يوجد لنا أولا هذا الطول هل يوجد لنا طول لا يوجد لنا هذا الطول إذن ركزوا قلت هل يوجد لنا هذا الطول المثلث B F E أو B F إنه مثلث قائم هذا لا جدل من خواص ماذا من خواص؟ المستطيل الآن ركزوا جيدا ما رأيكم أن نستعمل ماذا أبناء؟ نستعمل الطنجونت نقول لاحظوا سوف نأتي الآن بالشكل معنا لكي نلاحظ ونعطي صفحة جديدة ها هي أمامكم إذن وننطلق الآن في الجواب رويدا رويدا تابعوا جيدا إذن لاحظوا جيدا إذن نكتب هناك عنوان حساب قيس الزاوية التي هي بي ماذا؟ أف ذات الرأس أ نحن نعلم أن الطنجونت ماذا؟ طنجونت ماذا؟ طنجونت الزاوية بي أف ماذا يساوي؟ طنجونت هذه الزاوية يساوينا المقابل على المجاور لأن الوطر غير موجود المقابل على المجاور معناها تصبح لنا بي هكذا تساوينا بي المقابل اللي هو بي أف على المجاور اللي هو بي أ الذي هو قلت بي أ وتساوي لنا البي أف نحن نملك اللي هو واحد فاصل خمسة البي أ كذلك نحن نملك ها هو اللي هو اثنان فتعطينا بعد الآل حسبة تطلبنا صفر فاصل خمسة وسبعون هذا من هو الطنجونت الآن نريد أن نعطي القيمة كيف ذلك أبنائي؟ ما عليكم إلا أن تذهبوا بالآل حسبة وتكتبوا هكذا صفر فاصل خمسة وسبعون ثم دوزين دياف هكذا ثم نضغط على طنجونت الزر طنجونت ناقس وأس ناقس واحد فتعطي لنا مباشرة لما نحسب هذه تعطي لنا القيمة التي هي ستة وثلاثون فاصل ستة وثمانون درجة الآن قال التدوير إلى الوحدة معناه نقربها مباشرة إلى الوحدة اللي هي سبعة وثلاثون درجة إذن حتى تفهموا جيدا معناه تصبح لنا الزاوية بهكذا بي او اف تساوي لنا بعد التدوير إلى سبعة وثلاثون درجة هذا هو قيس تلك الزاوية أنتم ماذا تكتبون تكتبون هذه ثم هذه أما هذه تجرى بالآلة الحاسبة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذه الزناعة الآن إلى الجزء الرابع قال الثمينة الرابعة على الثلاث نقاط وحدة الطول هي السنتيمتر قال مثلث فيه سي يساوينا ثلاثة عشر وتي يساوينا خمسة وتي سي يساوينا إثنى عشر والكل بالسنتيمتر قال بيّن أن المثلث قائم ثم أحسب مساحته إذن نكتب هنا التبيان أولا التبيان أن المثلث من هو المثلث لهو قائم إذن هنا أبناء ما علينا إلا أن نستعمل ماذا النظرية العكسية لفيتاورس أولا نقوم بحساب الأطوال أولا عندنا سي مربع السي مربع ماذا تستوينا تستوينا ثلاثة عشر مربع ثلاثة عشر مربع يستوينا مئة وتسعة وستون ثم نحسب تي كذلك مربع تستوينا ماذا خمسة وعفو تستوينا قلت خمسة وعشرون ثم عندنا تي سي مربع كم نجده مئة واربعة واربعون الآن ما هو الكبير هنا إذن انظروا نقول عندنا أنه مئة وتسعة وستون ماذا تستوي تستوينا مئة واربعة واربعون زائد خمسة وعشرون معناه ركزوا جيدا معناه أنه ماذا معناه تصبح أنه سي مربع عفوا قلت معناه قلت سي مربع يسوينا ماذا يسوي لنا مئة واربعة واربعون زائد ماذا زائد خمسة وعشرون من هي لتي مربع إذن لاحظوا انظروا مئة وتسعة وستون سوينا مئة واربعة واربعون زائد خمسة وعشرون المئة وتسعة وستون هي لسي مربع مئة واربعة واربعون لتي مربع و 25 وهي لتي مربع نقول حسب النظرية من العكسية لمن لفيتاغورث فإن المثلث من هو المثلث الذي طلب من اللي هو تي اي سي كيف هو قائم الآن في أين قائم أبني قائم في النقطة التي تذكر مرتين في نفس الجهة من هي النقطة التي تذكر مرتين في نفس الجهة انظروا ها هي في نفس الجهة هي تي إذن قائم في تي حتى تفهم جيدا إذن دائما يكون قائم في النقطة التي تذكر مرتين في نفس الجهة بعدها ماذا قال قال ثم أحسب مساحته إذن نكتب هنا حساب مساحة ماذا المثلث قلت المثلث من هو الذي هو تي اي سي لاحظوا هنا أبني لو نقوم برسم كرسم تقريبي لهذا المثلث قلنا هو مثلث قائم في ماذا قائم انظروا جيدا هكذا وهكذا كشكل تقريبي في المسودة إذن قلنا المثلث قائم في ماذا في النقطة سي هاك في النقطة تي إذن تي اي و سي أركزوا جيدا ماذا تصينا مساحة المثلث تصينا القاعدة في الارتفاع على اثنان إذن انتبهوا أرجوكم إذا أتينا بهذا ووضعناه هنا ننطلق الآن في حساب هذه المساحة فتصبحنا القاعدة هذه هي تي سي إذن تي سي في ماذا في الارتفاع ها هو الارتفاع الذي هو تي اي على ماذا على اثنان نساحة القاعدة في الارتفاع على اثنان إذن تي سي هي اي اثنى عشر في الارتفاع لهو تي اي لهو خمسة على ماذا على اثنان ويسوي نختازل هذا مع هذا سبعنا ستة في خمسة وتسوينا كم؟ وتسوينا ثلاثون سنتيمتر مربع لأنها ميساعة بعدما أنهينا مع هذا الجزء جاء السؤال الأخر قال الجزء الثاني لتكون أش المسقط العمود للنقطة ماذا؟ تي على الظلع سي ماذا؟ سي ركزوا جيدا وانتبهوا لو نقلب هذا حتى تلاحظوا بأم عينكم ها كذا إذا قال ابناء هذا ها كذا ركزوا جيدا لو قال ابناء بهذه الوضعية قال هو ماذا؟ حتى تفهموا جيدا تلك الدروس التي درستمها إذن ها كذا ركزوا جيدا أبنائي قال المسقط العمود لمن؟ لتي على ماذا؟ على سي أنا تصبح لنا في هذا الموضع تصبح لنا النقطة أش أركزوا أرجوكم حتى تفهموا إذن النقطة الأولى عندنا ها هي تي وعندنا إي وعندنا سي وعندنا أش حيث أش هي المسقط العمود لتي ماذا قال؟ قال أحسب الطول تي اش بالتدوير إلى صفر فاصل ماذا؟ فاصل واحد يعني نأخذ عدد وراء الفاصيلة بعد التدوير ركزوا هنا جيدا أرجوكم نقطة نقطة أبني وانتبئوا إذن أولا نكتب عنوان الجواب إذن عنوان الجواب في سي نعم هذه هي القاعدة تقول أعيد الطول هذا في الطول هذا أولا أركزوا إذن معناه عندنا العلاقة تقول تي في ماذا؟ في تي سي ماذا تساوي؟ تساوي لنا هذا اللي هو تي عاش ضرب سي أو إي سي كلاهما صحيح إذن فماذا نقول؟ هكذا نقول تساوي لنا تي آش في ماذا أبني؟ في سي إي هذه القاعدة ومنه يبقى لنا المجهول هو هذا معناه صبحنا تي آش تساوي لنا تي إي ضرب ماذا؟ ضرب تي سي على ماذا؟ على سي إي هنا تلك العلاقات المثلثية إذن المترية إذن هذا في هذا يساوي لنا هذا ضرب هذا الطول وتساوي لنا التي نحن نملكها ها هي أمكم التي اللي هي كم؟ اللي هي خمسة في ماذا؟ في تي سي تي سي هي إذن عشر على ماذا؟ على سي إي سي اللي هي ثلاثة عشر بعد أن نجري العملية بالآلة الحاسبة سوف تعطينا أربعة فاصل هكذا ستة وخمسة وواحد عفوا وواحد وخمسة لكن قال هو التدوير بما أن العدد هذا الذي قبل هذا الذي قبل الستة أصغر من تمام من الخمسة فتبقى لنا القيمة هكذا أبنائي إذن تصبح لنا التدوير معناه يصبح لنا هذه إذن تصبح لنا أربعة فاصل ستة حتى نفهم جيدا لأن النتيجة قال أربعة فاصل ستة واحد خمسة بما أن التدوير إلى عشر قوة ناقص واحد هذه إلى عشر قوة ناقص واحد هي سفر فاصل سفر فاصل واحد فنحتفظ هنا بهذا الأمر وتصبح لنا هكذا مثلا ما تلاحظون فقط إذن تصبح لنا هو سنتيمتر لأننا لا ننسى الوحدة بعدما أنهينا مع هذا الجزء أبنائي نأتي الآن إلى جزء المسألة الذي عليه ثمان نقط قال المسألة عبد الله ومحمد عاملان في مؤسسة لصناعة ألعاب الأطفال راتبهما الشهر على النحو التالي أولا عندنا عبد الله راتبه 20 ألف دينار جزائري إضافة إلى 200 دينار جزائري لكل لعبة يتم صنعها أما محمد راتبه 30 ألف دينار جزائري إضافة إلى 100 دينار جزائري لكل لعبة يتم صنعها قال الجزء الأول ما هو الراتب الشهري الذي يتقضاه كل منهما يعني من عبد الله ومحمد إذا تم صنع مئة وعشرون لعبة إذن أولا نقول راتب عبد الله ومحمد الشهري أركزوا جيدا إذا كان عندنا تم صنع مئة وعشرون لعبة هنا ماذا نقول؟ نقول هكذا أبناء لاحظوا نقول عشرون ألف عشرون ألف هذه أولا لعبد الله زائد مئتان في ماذا؟ وقد صنعت لنا كم؟ وصنعت لنا مئة وعشرون في مئة وماذا؟ وعشرون وتساوينا كم؟ هذه بعد عملية الحساب تصبح لنا أربعة وأربعون ألف دينار جزائري إذن نقول ماذا؟ راتب عبد الله الشهري هو أربعة وأربعون ألف دينار جزائري هذا فيما يخص عبد الله نأتي الآن كذلك إلى محمد قال راتبه ثلاثون ألف دينار جزائري إضافة إلى قلنا إلى مئة دينار جزائري لكل لعبة لكن صنعت كم؟ مئة وعشرون لعبة فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا هكذا نقول ثلاثون ألف دينار جزائري إذن ثلاثون ألف زائد مئة في ماذا؟ في مئة وعشرون وبعد الحساب سوف نجد؟ نجد اثنان وثلاثون ألف دينار جزائري إذن نقول راتب ماذا؟ محمد الشهري في هذه الحالة هو اثنان وثلاثون ألف دينار جزائري فقط أرجو قد فهمتم إذن عندنا عشرون ألف زائد مئتان في مئة وعشرون والأخرى ثلاثون ألف زائد مئة في مئة وعشرون فوجدنا راتب كل واحد الشهري بعدما أنهينا مع الجزء السؤال الأول قال لي يكون إكس عدد اللعب المصنوعة في مدة شهر قال عبر بدلالة إكس عن إيقرق واحد راتب عبد الله وعن إيقرق إثنان راتب محمد إذن نكتب هنا السؤال جاء الجواب التعبير عن ماذا؟ بدلالة بالتعبير بدلالة إكس عن ماذا؟ عن إيقرق واحد راتب ماذا؟ راتب عبد الله وماذا؟ وإيقرق إثنان راتب ماذا؟ راتب محمد هنا الأمر جد جد بسيط أبنائنا قول هكذا إيقرق واحد يساوي ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا عشرون ألف عشرون ألف هكذا زائد مئة عفوا زائد مئتان نعتذر لأن هنا عندنا مئتان مئتان هكذا إكس أما إيقرق إثنان فيساوي لنا ثلاثون ألف زائد مئة في ماذا؟ في إكس ويمكن أن تكتبوا كذلك نقول بما أن الجمعة ما يتبديل نقول تساوي لنا مئتان إكس زائد ماذا؟ زائد عشرون ألف وتساوي لنا هنا كذلك مئات في إكس زائد ثلاثون ألف هذا هو الجواب فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء أبنائي نأتي الآن إلى الجزء الثاني قال في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجنس أو إي جي قال أرسم المستقيمين دي واحد ودي إثنان ممثلة الدلتين جي وآش حيث جي لإكس تساوي لنا مئتين إكس زائد عشرون ألف وآش لإكس تساوي لنا مئة إكس زائد ثلاثون ألف قال نأخذ واحد سنتيمتر على محور الفواصل يمثل خمسون لعبة وواحد سنتيمتر على محور التراتيب يمثل خمسة ألاف دينار جزائري ها هو عندنا المعلم أبنائي إذن من هنا في كل واحد سنتيمتر يوجد لنا خمسون هنا على محور الفواصل عدد اللعبة وعلى محور التراتيب الراتب الشهري الآن لرسم ذلك نستعين أبنائي بهذا الجدول لاحظوا هنا إذن فهنا ماذا نكتب؟ نكتب هنا إكس وهنا جي لماذا؟ جي لإكس نأتي بعبارة الدالة جي ونعطي قيم للإكس لإيجاد قيمة الجي لإكس هكذا ركزوا جيدا إذن هذا الجدول كذلك نتركه للدالة إذن لو نعوذ هنا بصفر ونعوذ هنا بصفر سبح لنا ألفين في مئتين في صفر تعطينا هذه تبقى لنا ماذا الناتجة؟ بقى لنا عشرون ألف إذن لما نعطي إكس نعطي له صفر الناتجة كلنا عشرون ألف ثم تخيلوا لو مرة أخرى نعطي للإكس نعطي له خمسون إذن نعوذ هنا بخمسون وهنا بخمسين فماذا تصبح لنا هكذا؟ ركزوا جيدا تصبح لنا مئتين في خمسون زائد ماذا زائد عشرون ألف فتصبحنا النتيجة هكذا إذن تصبحنا النتيجة كم تصبحنا النتيجة ثلاثون ألف إذن لما أعطينا خمسون وجدنا إذن خمسون وجدنا كم وجدنا ثلاثون ألف هكذا الآن يمكن الآن أن نقوم برسم المستقيم دي لأنه الآن هذه عبارة عن دالة تألفية عندنا الصفر مع ماذا مع عشرون ألف فتكون لنا في هذا الموضع النقطة الأولى والنقطة الثانية الإكس عندها كم الإكس هو خمسون ها هي الخمسون مع ماذا مع ثلاثون ألف معناه لو نأتي ونلاحظ تأتينا في هذا المكان ثم نقوم بالربط بينهما بالمسترى هكذا ونكتب هذا ما هو إنه دي ماذا دي واحد هكذا أبنائي بعدما أنهينا مع الجزء الأول نأتي الآن إلى آش كذلك بنفس الشيء نأخذ هنا آش وهنا عفوا إكس وهنا وهنا ماذا وهنا آش لإكس الآن نأتي بعبارة الدالة كذلك آش ها هي ونعوذ مثل ما فعلنا في الأول لو أعطينا لي الإكس أعطينا له سفر وعوذنا هنا بسفر تصبحنا هكذا تذهب لأن مئة في سفر تبقى لنا ما إذن سفر يقابله ثلاثون ماذا ثلاثون ألف أما الآن إذا عطينا لي الإكس كذلك مرة أخرى عطينا له خمسون نعوذ هنا بخمسين وهنا بخمسين فإذن لما نعطي خمسين نجد كم لما نعوذ هذا الأمر ونقول مئة في ماذا في قلنا في خمسون زائد ثلاثون ألف إذن هكذا تعطي لنا خمسة وثلاثون ألف إذن تصبح لنا يقابلها خمسة وثلاثون ألف تعالوا الآن نقوم برسم المستقيم الثاني إذن صفر يقابله يقابله ماذا يقابله ثلاثون ألف إذن هنا والنقطة الثانية خمسون يقابلها ماذا خمسة وثلاثون ألف إذن في هذا الموضع ونقوم بالربط بينهما هكذا ها هو ماذا هذا هو دي اثنان فقط أبنائي أرجو قد فهمتم كلاهما دلة تألفية هذه دلة تألفية وهذه دلة تألفية فقط بعدما أنهينا مع هذه الزنات الآن إلى قال حل جملة المعادلتين الثانية إذن نكتب هنا ثانيا حل جملة المعادلتين إذن جملة المعادلتين التي أعطيت لنا ها هي يا أبنائي لكن ركزوا معنا إذن هذه هي الجملة يمكن الآن أن نقوم بنقل هذا إلى هذا الطرف وهذا إلى هذا الطرف فتصبح لنا ماذا نقص 200x 200x زائد y يسوينا 20 ألف وننقل ونقل كذلك الآخر نقص 100x زائد ماذا زائد y يسوينا 30 ألف إذا سمينا هذه المعادلة لقم واحد وهذه هنا اثنان الآن ما رأيكم أن نقوم بضرب المعادلة اثنان في نقص واحد نقوم نضرب المعادلة واثنان عفوا إذن اثنان في ماذا في نقص واحد فنجد لماذا نريد الآن أن نتخلص من ال-y إذن فماذا تصبح لنا ماذا تصبح لنا إذن هذه نضربها في نقص واحد فماذا ينتج لها يا أبنائي تصبح لنا 100 في x نقص y يسوي لنا نقص 30 ألف لأن هذه قمنا بضربها في نقص واحد أما المعدلة الأولى فتبقى هي إذن هذه المعدلة الأولى الآن ماذا نقوم نقول ب ماذا بالجمع بالجمع أكيد هذا مع هذا سوف يذهب مباشرة تصبح لنا ماذا 100 x ناقص 200 x أكيد سوف تصبح لنا ناقص 100 في x يسوي لنا هذا مع هذا ناقص 30 ألف زائد ماذا زائد 20 ألف تصبح ناقص 10 ألف الناقص مع ناقص يذهب سبحانه x يسوي ناقص 10 ألف على ناقص 100 فيذهب الناقص مع الناقص وتذهب من هنا هكذا هكذا سبحانه x كم يسوي يسوي لنا 100 ها هي قيمة x بعدما وجدنا الآن قيمة x نعوذ نقول نعوذ قيمة x في المعادلة هنا أي معادلة أردنا أن نعوذ 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 في المعادلة مثلا 1 فماذا فنجد معنا هذه أبنايا هل تفهموا جيدا هذه القيمة نأتي بها ونعوذ ها في هذا الموضع لما نعوذ هناك ماذا تصبح تصبحنا ناقص 200 في ماذا x قلنا هو 100 هكذا زائد y يسوي 20 ألف الآن ماذا تصبح لنا هذا مع هذا تصبحنا ناقص هكذا ركز إذا قلت ناقص 200 في 100 ناقص 20 ألف زائد y يسوي 20 ألف ننقل هذا إلى هذا الطرف سبحنا y يسوي 20 ألف زائد ماذا زائد 20 ألف لأن هذا إذا نقل إلى الطرف الأخر يغير إشارته 20 ألف زائد 20 ألف أربعون أربعون ألف فقط أبناء إذن هذا هو حل هذه الجملة بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء السؤال آخر قال ثم أعطي تفسيرا بيانيا لهذا الحل لو نلاحظ جيدا هنا في البيان انظروا عندنا المستقيم d1 و d2 نحن وجدنا ماذا وجدنا الحل قلنا هو المئة مع ماذا إذن وجدنا ها هو أبناء حتى تلاحظ ذلك بمعين هذه وجدنا من هنا على محور الفواصل المئة وعلى محور الترتيب أربعون ألف إذن ماذا يمثل هذا نقول يمثل إذن يمثل حل الجملة بيانيا نقطة ماذا نقطة تقاطع المستقيم d1 d2 ها هي أمامكم أبنائي ولو نلاحظ إلى التفسير كذلك التفسير لهذه الوضعية ماذا يمثل لنا في الوضعية هذه هنا بيانيا أكيد هي نقطة التقاطع المستقيمين إذن إحداثيات حل أو حل هذه الجملة هو إحداثيات هذه النقطة لإذا هذه النقطة هنا في هذا المكان أما الحل للوضعية يمثل لنا ماذا ويمثل ماذا الحل كذلك لهذه الوضعية لهذه الوضعية ماذا يمثل يمثل أنه تساوي تساوي ماذا الراتبين الراتبين الشهريين لمن لعبد الله ومحمد عند ماذا عند مئة لعبة ويكون هذا الراتب ماذا يكون أربعون ألف دينار جزائري إذن حتى تفهموا جيدا الحل البياني هو تقاطع نقطة تقاطع هذين المستقيمين ويمثل كذلك تابع لهذه الوضعية الذي نتحدث عنها هو تساوي ماذا الراتب محمد مع راتب عبد الله في لما تكون مئة لعبة يكون لهم نفس الراتب لهو أربعون ألف دينار جزائري بعدما أنهينا مع هذه السؤال الآن إلى سؤال أخير من هذا التمرين قال بغير أبين متى يكون راتب عبد الله أكبر من راتب محمد نحن نعلم أبنائي أن راتب ماذا راتب عبد الله هو هذا يا أبنائي منحناه هذا هو وراتب ماذا وراتب محمد هو هذا الآن ما هو من البيان بقال هو بقرأة بيانية متى يكون راتب عبد الله أكبر من راتب محمد نحن قلنا الراتب يكون متساويا في هذا لما يكون في المئة يعني هنا في مئة مئة لعبة يكون راتب محمد وراتب عبد الله متساويا وكم يكون قلنا يكون يا أبناء يكون أربعون ألف الآن ما هي الأماكن التي يكون فيها الآن الخط الأسود فوق الخط ماذا الخط الأخضر نقول هكذا يكون إذن يكون راتب عبد الله أكبر من راتب ماذا من راتب محمد إذا ماذا صنع أكثر الآن لاحظوا هنا التساوي التساوي يكون كم التساوي تكون عندنا مئة لعبة مصنوعة فوق فوق المئة لاحظوا يصبح هذا المنحن الأسود هو فوق وهو يريد ذلك المنحن الأسود أو المستقيم الأسود المأماكن التي يكون فيها فوق الأخضر إذن حتى يكون فوق الأخضر أكيد يجب أن يكون من هنا هذه القيم التي يكون فيها الـ عدد اللعب إذن نقول يكون إذا صنع أكثر من مئة لعبة إذن فوق مئة فوق المئة يكون الأسود أكبر معناه راتب عبد الله يكون أكبر من راتب محمد فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته